منار اللغة العربية للسنة السادسة من التعليم الابتدائي صفحة 26 مكون الصرف وتحويل تصريف الفعل الصحيح 2 السلام عليكم ورحمة الله تهلا وبركاته مرحبا بكم متابعي قناة مرشده الترباطية مقطع اليوم يتعلق بمكون الصرف وتحويل نبدأ على بركة الله في التدرب وأطبق الحصة الأولى كانت تخديم دفع تدرب أملأ الجدول بتصريف الأفعال الأتية سليمة قارقة مادة بحسب المطلوب أعطونا واحد الصغة للجدول وطلبنا أن نصرفها ثلاثة ديال الأفعال نعم في الزمن الماضي والمضارع والأمر أعطونا الزمائر أنت هو وأعطونا أنتم للمؤنث وأنتم هنا دلونا عالمة بمعنى في الغائب ما كيمكنش نصرفه الفعل الأمر طفقنا إذن نزيل إذن الجواب نبدأ بالفعل سليمة أنت سلمت هو سليمة أنتم المؤنث سلمتما أنتم سلمتم في المضارع أنت تسلمين هو يسلم أنتما تسلمان وأنتم تسلمون الأمر إسلمي إسلماء إسلموا بالنسبة للفعل أرقة نعم أنت أرق أرقتي أو عفوا أرقتي هو أرقة أنتما أرقتما أنتم أرقتم في المضارع تأرقين يأرقوا تأرقاني تأرقون هنا في الأمر هنا بالنسبة للفعل مدى أنت مددتي هو مدى أنتم مددتم أنتم مددتم في المضارع تمدين يمدوا تمداني تمدون في الأمر مدي مدى مدوا نعم الآن سنتقلوا للسؤال رقم 2 مطلوب مني أحول الأفعال بين قوسين في الجمل الآتية إلى الزمن المطلوب عنا الزمن المضارع وعنا الزمن الماضي وعنا الزمن الأمر إذن عنا الفعل قرأ أنت في المضارع أنت تقرأين كتابا عن الحضارة الصينية القديمة هم عرض هم عرضوا صورا عن الحضارات القديمة في الأمر ياتي الميذات أكددنا وثابرنا وثابرنا في العمل الآن نأتي للسؤال الرقم 3 أضع كل فعل من الأفعال الآتية في الخانة المناسبة له في الجدول ينقلان أثر أذكري غصة اتخذ يمتزجون إذن أثر هو فعل ماضي غصة فعل ماضي أيضا اتخذ فعل ماضي النسبة المضارع ينقلان ويمتزجون في الأمر أذكري نعم هذا الفعل هذا أذكري سنتقل السؤال الرقم 4 وحول الجملتين الآتيتين إلى المثنة والجامع لدينا هذه الجملتين سنحولهم المثنة ومن بعد الجامع إذن لدينا هي لن تتأخر عن واجبها المذيعة تبث برنامجا تلفزيونيا عن الحضارة المغربية إذن في المثنة هما لن تتأخر عن واجبهما المذيعة تبثان برنامجا إلى نهاية الجملة نادرة نقطة يعني هذن اللي ستحوله الطبقي سنزيده نعم في الجمع هن لن يتأخر عن واجبهن المذيعة تبثثنا أو يبثثنا عفوا برنامجا ونكمل الجملة ديالي اللي هي تلفزيونيا عن الحضارة المغربية خامسا أبدل نعم أبدل بالفائزات في الجملة الآتية الفائزة وأغير ما يلزم تغيره يعني سنحول من الجمع المؤنث المفرد الفائزة المفرد المذكر نعم إذن الجواب دي الفائز بجائزة التميز يمد المؤسسات العلمية بأفكار 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 إبداعيته الآن السؤال السادس أركب ثلاث جمل تتضمن كل جملة فعلا صحيحة مرة مع أنت ومرة مع هما المذكر ومرة مع هم إذن نطلبوا منا أننا نركبوا ثلاثة ديال الجمل كل جملة فيها واحد فعل صحيح مرة ستكون مع الضمير أنت أنت عفوا ومرة معهما ولكن المذكر ومرة معهم إذن أنت تقرأين قصصا كثيرة هما يلعبان في الحديقة هم يشربون العصيرة ويأكلون الحلوى إذن هذا بالنسبة للدرس ديال مكون الصرف وتحويل أتمنى أن تشتركوا في القناة وتفعيلوا زر الجرس ليصلكم بإذن الله كل جديد وأيضا الاشتراك في قناتنا على الوصف ومتابعة القناة على الوصف رابطها موجود في صندوق الوصف لتتوصل بكل جديد في حينه إن شاء الله وألقاكم مع الصفحة 27 مكون تراكيب نصر المبارع الصحيح تراكيب